أشعر بالقلق تلك أكثر جملة يتم ترديدها في منبر مجلس الأمن كلما كان الحادث عن اليمن لكأن مبعوثي الأمم المتحدة تعاهدوا على أن يشعروا بالقلق حيال ما يجري في اليمن أو لكأن تلك الجملة ضمن البرتوكول المعمول به في سياق إلقاء الإحاطات لكن ما أثبتته التجارب السابقة هو أن ذاك الشعور هو أول الفشل وقد بدى ذلك جلياً في إحاطة جروندبرغ المليئة بالإحباط مع أنها صادقة إلى حد كبير في تشخيص المشكلات من السياسة إلى الحرب والاقتصاد والحقوق والحريات يقول المبعوث السويدي إن كل شيء يعود إلى الوراء في اليمن من الثقة المعدومة بين الأطراف إلى خيارات التسوية السياسية والسلام التي اضمحلت وتلاشت وحدها الحرب هي الحاضرة بقوة وما من نقاش إلا حول وسائلها من طلقة الكلاشنكوف حتى قذيفة المدفعية الكل يتدارس خيارات الموت واليمنيون في تصاعد مستمر نحو السماء قتلاً وموتاً ودعاء يرى جروندبرغ أن لا حل في اليمن إلا بتسوية سياسية شاملة توقف الحرب الرؤية في حد ذاتها تبدو واقعية نوعاً ما لكن الأهم هو الآلية التي يمكن أن تحققها لذلك يسعى السويدي لإيجاد حالة إجماع دولية وإقليمية لوقف الحرب ولا بد لهذا الإجماع أن يصبح قراراً أممياً جديداً يتجاوز محددات القرار 22-16 وذاك ما يتخوف منه اليمنيون لأن تلك الصيغة قد تحمل شرعنة للميليشيا وتصدرهم للمستقبل وعليه فإن هذا التصور قد يؤسس لمرحلة صراع جديدة على اعتبار أن الميليشيا مشروع موت لا يمكن له الحياة بسلام ترجمة نانسي قنقر